اهلا بكم في حلقة جديدة من مادة اللغة الانجليز النهاردة معادنا مع يونت 13 اللي هو المرصد هنتكلم النهاردة على كلمات دي دا هنشوفها والأهم من دا كله موضوع تحويل السؤال من مباشر الى غير مباشر نحن ناخد كل جزء في الونت بالتفصيل نبسط موضوع الوضع نبدأ مع بعض حلقتنا ونشوف مع بعض هنبدأ بعض التعريفات عندنا بعض التعريفات زي كلمة أسترونومي خذنا في يونيت 13 أسترونومي which means the scientific study of the stars and planets the scientific study of the stars and planets أسترونومي طبعا اللي هو علم الفلك وعلى فكرة مو لو قلت أسترونمر ده عالم الفلك أسترونمر عايز أكتبها لكو برضو كلمة أسترونمر this is a noun برضو معناها علم فلك وعلى فكرة فيه برضو كلمة عندنا اللي هي كلمة أسترونجر the difference between astronomer and an astrologer أسترونجر اللي هو منجم وبرضو منها كلمة أسترونجي اللي هو التنجيم أسترونجي أوكي يبقى أسترونومي اللي هو علم الفلك أسترونمر عالم فلك أسترولوجي اللي هو التنجيم وأسترولوجر اللي هو المنجم نفسه أوكي كمان عندنا في الفوكب كلمة solar system solar system اللي هو المجموعة الشمسية the sun and all the planets that move around it يبقى محدث يسألني يقول لي what is the solar system what is the solar system solar system is the sun he has shams and all the planets and all the planets that move around it also we have shooting star نقول مع بعض shooting star اللي هو النيزك is a piece of rock that moves quickly through space مهمة او موضوع definitions عشان بتجيلي في الاختيارات في اسئلة الاختياري هيقول لي النقط is a piece of rock هي صخرة that moves quickly through space also we have some language news عندنا some language news the verb see feel and hear are followed by the infinitive and see feel and hear برضو احيان بيجي بعدها verb plus ing لو قلت he can see the boys play football I could feel the earth moving انا حاسس بان الارض moving بتتحرك طب ايه الفرق بين الاتنين الفرق بان انا امتا جيب see او feel او hero بعدها المصدر وامتا جيب بعدها verb plus ing لو جيب بعدها المصدر معنى كده انا باتكلم على the whole action الحدث ككل بمعنى لو انا قلت مسلا اي سو محمد صلاح play انا شفت محمد صلاح بيلعب اه يبقى انا انا بقصد هنا ان انا تفرجت على الماتش ككل الماتش كله لو قلت اي سو محمد صلاح playing يبقى انا قصدي ان انا اتفرجت على جزء من الماتش بس انا ممكن اكون كنت ماشي قدام التلفزيون لمحت جزء من الموارا يبقى هنا لو انا جبت المصدر اقصد الحدث ككل لو جبت اي نجيب انا اقصد جزء او part من الحدث كمان عندنا في الانجوج functions النهاردة asking polite questions how to ask polite questions يعني ايه ان انا ازاي اسأل اسئلة لحد someone who's older than me حد اكبر مني ازاي اسأل مدرسي ازاي وجه اسئلة مثلا لبابايا العامي اسئلة اسمها بنسميها formal questions اسئلة رسمية او polite questions اسئلة بطريقة مهزبة ممكن نستخدم بعض التعبيرات زي اللي قدنا دي ممكن نقول مثلا could you please explain to me ممكن تشرح لي كذا واقوله الحاجة اللي عايز نشرحها لي يعني عندي مثال بيقول could you please explain to me why I can't feel the earth's turn ده موجودة في الدرس كتاب المدرسة لما الطالب بيسأل العالم الفلك بيقوله could you please explain to me ممكن تشرح لي why I can't feel the earth's turn ممكن برضو نستخدم expression تاني زي ما قول I wonder if you could tell me what عمديني مثال بيقول if I wonder if you could tell me what a star is made of what a star is made of ممكن تقولي النجمة النجمة المصنوع من ايه برضو ممكن استردم تعبيرات تانية لزي ما قول I'd like to know if I'd like to know يعني مثلا I'd like to know if you like your job بقول لي واحد أنا عايز اعرف اذا كنت انت بتحب وظيفتك I'd like to know if you like your job برضو ممكن نقول do you think we could برضو في جملة عليها بتقول do you think we could come and see the observatory one day على فكرة الامريكان بيقولوا observatory وممكن نقولها برضو observatory سواء اقولها observatory او observatory اللي نطق صحة الاثنين do you think we could come and see the observatory one day ازاي بنحول الضمار تاب ليه اصلا احنا بنحول الضمار انا قلتها لكم واحنا بناخد لو انا بكلمك مثلا بقولك I am tired انا تعبين فانت بتنقل الكلام لزميلك بتقوله the teacher said المدرس قال او مستر صبحي said that he was tired قال ان هو كان تعبين يعني انت هتتكلم عني تقول he هو يبقى ده يبقى لازم احاول هنا البرونونس الضمار على فكرة موضوع تحول الضمار احنا مش لازم نقدمها كده انت ممكن تفهمها لوحدك من خلال سياق الجملة بس احيانا لو انا بتكلم عن نفسي بتحولش بالشكل ده تمام كمان to change the tense انت زي نحول ازمنا برضو خدناها قبل كده في موضوع الستيتمينت كل خطوات اللي خدناها في الستيتمينت مطلوبة مني النهار ده المدرع البسيط بنخليها past سيمبل بنحاولها past اللي هو المدرع التام المدرع التام التفاكرين اللي هو هذ أو هذ past و بعدها التصريف التالي بنحاولها past perfect ماضي تام المدرع البسيط ممكن اسيبه زي ما هو past سيمبل او هحوله لماضي تام ال past continuous اسيبه زي ما هو past continuous كلمة well احاولها وكان احاولها ال could انا عايزك تنقل التابل الجذول ده عندك هنحتاج الحاجات دي واحنا بنحل دلوقتي لما تشوف اسئلة الرائد ننقل التابل الجذول ده في كرستنا والخطوات دي نمشي معاها واحدة واحدة كده وانا برضو في الآخر قلتلك هسهلها لك هتلاقيها بأسهل من انا قامشي بالخطوات دي كلها بس ما تفهم دي الأول تعال نشوف كده سؤال ريرايت بيقول لي the officer said الضابط where did the accident happen الحادثة وقعت فيه عايز استخدم كلمة wanted to know يعني أراد أن يعرف طيب تعال بس نعيب عايز نبسط الموضوع شوية عشان الناس اللي تقول نحن بس تحويل الده صعب انا حتى هكتبها لك ده ان اردك بالعربي رول القعدة بتاعتنا في صدر واحد وعايز تقول معي يعني انا هكتب لك رول وانت طبق معي على جملة دي عشان مبقاش حد يقول انا اي حد هيحلها انا اول حاجة ببدأ بها ببدأ بال المتحدث الشخص اللي بيتكلم تمام كده بعدها بنجيب كلمة طبعا او طالب من هنا او بعدها بعدها بجيب الادرسي اللي هو المخاطب المخاطب ده او الابجكت المفعول الشخص اللي انا بسأله او موجه له الكلاب واحيانا بيكونش فيه حطها بنقصين كده لانا احيانا بيكونش فيه مخاطب ممكن واحد يكون بيسأل نفسه مش مشكلتي هو بيسأله خلاص انا ما عرفش هو بيسأل مين يبقى انا مفيش عندي مخاطب مفيش حد موجه للسؤال مفيش مشكلة عندي بعدها الخطوة اللي بعد كده بنجيب اف او لو كانش فيه الاستفهام لو فيه اداة استفهام بربط بالكويستشن ويرد اداة الاستفهام نفسها والخطوة اللي بعدها بجيب سوبجيكت فاعل فاعل وبعدين باست فاعل في الباست فاعل في الماضي باست فاعل في الماضي يبقى انا قلت لك ان انا هعمل لك القاعدة بتاعتنا في سطر واحد كده ننقلها في كرستنا ونمشي فيها انا اي جملة انت بتحلها عشان ابدأ الجملة بتاعتك بالسبيكر المتحدث الشخص اللي بيتكلم بعدها بنجيب او بعدها المفعول او الشخص اللي انا بكلمه بنربط بعدين بنجيب الفاعل وبعدها فاعل الماضي وعزين نتك او على حكايات فاعل وزاعة فاعل الماضي لان معظم الاسئلة بتبقى عليها بأكد ثاني شوف انا بعيدها كتير ازاي بقول فاعل وبعدها فاعل ماضي فاعل وبعدها فاعل ماضي لان علشان الخاطر دي الحاجة اللي دايما بيختبرني فيها تعال نطبق القاعد اللي انت شفتها دي على المثال اللي معنا على الشاشة بيقول الضابط بيقول where did the accident happen عايز استخدم wanted to know يعني بيقول حولها الغير مباشر طب ارجع للي انا قلته وانا قلته هنبدأ بالسبيكر المتحدث من اللي بيتكلم هنا الضابط تمام بعدها هنجيب كلمة asked wanted to know هو اصلا طالب مني كلمة wanted to know بعدها عايز اجيب المخاطب هو هنا عايز بيكلم مين معرفش عشان كده هتالك بنقصيني انا مش هجيب مفعول بعدها بنرجو او اداة الاستفاهم في عندي اداة استفاهم اي تمام كويس اوي بعدها عايز اجيب الفاعل الفاعل هنا كلمة accident الحادث وفاعل في الماضي happen طب ابص على كلمة date ده ماضي بسيط انا لسه من شوية مورك التابل الجادول قلنا الماضي البسيط بنحاول لما ماضي تام يبقى نشوف كده مع بعض الاجابة الزبط عايز يعرف اين وقعت الحادث يبقى هي القاعدة زي ما احنا قلناها في السطر اللي احنا قلنا السألة وبعدين المفعول او المخاطب الشخص لو كان فيه اصلا حد بيسأله بنربط او اداة الاستفهام وبعدها يجيب فاعل وبعدين فاعل لماضي تمام تعالوا كل جملة هنحلها حورها لك ان هي ما بتختلف على القاعدة الصغيرة اللي انا قلت لك دلوقتي يعني تعالي شوف المثال ده كمان كده اما الحفلة عيد ميلادي حنين ستو ايمان هل تستخدم لك انا كتبها لك بنبدأ بالمتحدث المتحدث من اللي بتكلم هنا حنين وبعدها كلمة اسكت تمام المخاطب هي بتكلم مين بتكلم ايمان تمام كده وبعدها بنربط او اداة استفهام هنا ما فيش اداة استفهام يبقى ربط او هو مديني اصلا كلمة تمام عايز بعدها بقى فاعل زائد فاعل الموضي الفاعل اللي عندي هنا ايه انا قلت لك ورت ها لك من شو نحول ها لهي او شي هنا بتكلم بنت بنت بتكلم احتي اشي طيب مدارع مستمر هحولها لايه ماضي مستمر تبقى واز مستمر واحد تحول ليه مستر طيب لا ده ار الماضي منها وير مفيش حاجة اسمها ار الماضي منها وير انت بتحول انت اصلا حولت لشي بتاخد وز اصلا وز هي مفوض شوف مع بعض الاجابة حنين اسك ايمان واذ ش اصلا وبرضو انا منسيتش في اخر الجملة ان انا هحول كلمة تيور لهي وبرضو مد هالك انا ورت هالك في تغيير الضمائر مافيش حاجة حنا ماقولنا هاش يعني انا اوريتك الخطات كلها ولخصنا كلها في سطر واحد زي ما شوف يبقى الاجابة زي ما قلنا حنين اسك ايمان او اسك بردو براكتس ميكس بيرفكت في عندنا حكمة انجليزية بتقول براكتس ميكس بيرفكت التدريب هو سبيل إتقان كل ما تحل أكتر كل ما حتفهم أكتر وهتلاقي الدنيا مشة معك بمنتهى السهولة هو المادة بتاعتنا كده أي لغة تدراسيها كده لازم نحل عليها كتير أنا شوفنا القاعدة تعالوا نطبق مرة واثنين وثلاثة لحد ما اتقنها تمام تعالوا نشوف المثال كمان بيقولي هاينت يو فينشد يور برويكت انت مخلصتش المشروع بتاعك I said to my sister أنا قلت الكلام ده الأختي haven't you finished your project I said to my sister عايزي استخدم كلمة hadn't هادنت دي ايه يا مستر منتغ أصلا كده كده هاف هتحولها الهاد يبقى هو بقى سواء يقولي استخدم كلمة اسكت سواء يقولي استخدم اف يقولي استخدم أداة الاستفهام يقولي استخدم وانت كلها في الآخر أبقى عارف انه هو عايز نحول السؤال الى سؤال غير مباشى برضو نطبق بالقاعدة اللي احنا قلنا عليها هنبدأ بالمتحدث مين اللي بتكلم هنا اي انا اللي بتكلم طب سيت تو بنحاولها الايه قلنا بنحاولها الاسكت I wanted to know I wonder ده حتى طب اي اسكت طب بيكلم مين مي سيستر يبقى اي اسكت مي سيستر وحنربط برضو بإف او ويدر عشان انها مفيش اداة استفهام يبقى اي اسكت مي سيستر اذا كانت مخلصتش المشروع بتاعك شايفين ماي اللي فاخر الجملة انا برضو ما نسيتهاش وحولتها الهير اللي بيتسرع بيغلط يعني احيانا انت تلاقي ضمير صغير كده يعني واحد يقول لي مستر ما نحولت الجملة خلاص حولت بس انت نسيت كلمة يور لازم تتحول لها يبقى انت امشي بالراحة في الاول كده امشي بالراحة واحدة واحدة لحد ما تتقن حتلاقي الدنيا سهلة جدا معادي تعالي شوف سؤال كمان سامي اسكت علي سامي بيقول لي علي سايبي ويليو لين مي يور دكشنوري اف اي دونت فاين مايو اوه صعبة شوية صعبة ان انا حدطلك فيها ضمائر كتير انا قصد ان انا اصاعب الجملة دي عشان تتعود على الصعب هي فيها فيها ضمائر كتير بس امشي بالراحة زي ما انا قلتلك سامي اسكت علي ويليو ليند مي يور دكشنوري ممكن تسلفني قموسك ايف اي دونت فاين ماين لو انا ملقتش القموس بتاعي طيب عايزني استخدم wondered you're going to use wondered ليتساءل ازاي ازاي اسك هنبدأ نقول بقى ايه نقول سامي wondered افعلي سامي بيتساءل اذا كان علي would lend him اذا كان ممكن يسلفه his dictionary قموسه if he didn't find his لو ملقاش القموس بتاعه ايه ده ده صعب قوي مش مش صعبة هي كل حكاية ان فيها pronounce ضمائر كتير لازم تحولها طب ما ايش ما احنا خدناها كلها كل الحاجات دي احنا قلناها يعني you يعني you اللي في الاول دي هنا will you يبقى يبقى بيكلم علي بقول if he would او if علي would lend me انا قلتلك me بحولها لهم او هير هنا بيكلم ولد هتبقى هم طب you're انت حولتها يا مستر لهز ايه ودتها لك برضو قلتلك you're بحولها لهز او هير ده ولد هتبقى هز ايه اللي بعد بعدها يبقى هتحولها لهي ده ولد don't طبعا دين انت حولناها الماضي بسيط وكلمة mine تبقى his يعني اذا ملقاش القموس بتاعه هو يبقى سامي wonder if علي would lend him his dictionary if he didn't find his his have you ever been to look so mona انت رحت لقصر قبل كده يا مونة عايزة استخدم كلمة asked او asked عايزة حولها هي عندي لسؤال غير مباشر انا مش عايزة جاوب عايزة كنت اللي تجاوب بقى معايا كده قول كلمة كلمة واحدة واحدة مع بعض بالراحة كده امشي بالقاعدة اللي احنا قلناها حنبدأ نبص مع بعض هنا على القاعدة اللي احنا قلناها بكده حنبدأ بالسبيكر المتحدث مين اللي بيتكلم هنا الجملة اللي معنا اللي بيتكلم هنا آية يبقى حنبدأ بآية طيب بعدها عايزة اجيب كلمة ask تمام زي الفل هي بتسأل مين هنا بتسأل مونة يبقى آية يعني انا اذا اكتبها لك هنا كده حتى حنروا قالين آية انا عايزة امشي معك خطوة خطوة asked والمخاطب اللي هي بتكلمه او المفعول اللي هي مونة تمام طيب السؤال اللي قدامنا ده فيه اداة تستفهم لا ما فيه شيش يبقى حربض اف يبقى آية اس كد مونة اف تمام عايزة اجيب بعدها فاعل الفاعل هنا عندك يو في الجملة هتحولها لشي انا ايه لك بتحولها لهي او شي عايز فعلي في الباست في الماضي طيب زمن الجملة ده ايه هاف بين ده بريزنت بيرفكت مضارع تيم يبقى حنخليها ماضي تيم يبقى اف شي هاد بن خلاص كده الجملة تحلل تمام اف شي هاد بن تولوكسور اكمل الجملة يبقى الحكاية سهلة 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 جدا كمان انا هبدأ باية اسكت مونة ايا سهلت مونة ربطنا بف والفاعل يو خلتها شي والماضي الفاعل في الماضي انت عندك مضارع تيم وانا مديك الجدول من شوية قلت لك المضارع تيم بنحوله الماضي تيم تبقى اف شي هاد بن تولوكسور يلا نشوفها وبعض على الشاشة ايا اسكت مونة اف شي هاد ايفر بن تولوكسور طبعا ايفر دي بنحطها في السؤال عادي ما فيش مشاكل سامي ستو احمد سامي بيقول احمد واتس يور فايفرات سبجيكت ايه مادتك المفضلة عايز استخدم سامي اسكت احمد دي برضو اللي بعض الكتب بيجبوها للطلبة علشان خاطر في اسئلة الادفانسد اسئلة الطلبة المتفوقين يعني هي صعوبتها بس ان الناس مش متعودة ان انا اجيب هلبنج فاكر الجملة فاعل مساعد اجيبه فاكر الجملة عايزك تفكر فيها بالراحة وحاول تقول معايا كده يعني انا مش عايز اقوليك الاجابة عشر مرة واحدة لا فاكر معايا بالروحة اقول معايا احنا احنا بنتعلم زي ما قلنا احنا في حلقاتنا دلوقتي المفروض ان انا مش هنسيب حاجة هنعدي حتى الاسئلة الصعبة الحاجة اللي انت بتحس انها صعبة حنسهلها لك خالص وحتلاقي الدنيا ما فيش مشكلة عندك نهاية هنا قلت لك صعوبت الجملة دي ان انت هتجيب فاعل مساعد في الاخر يعني تعالي نشوف مع بعض نبدأ مع بعض بالراحة كده حد ممكن يقول سامي اسكت احمد وات هز سبجكت طب صح كده زي ما انا قلتها كده صح يعني حد يعني حد مرة جاوبوا الجملة دي كده قال سامي اسكت احمد وات هز ووز سبجكت لا مش صح برضه طب امال هقولها ازاي فكر كده معايا بالراحة اقولها ايه سامي اسكت احمد وات هم وات ايه هقول هز فيفرات سبجكت كلها على بعضيها الاول يقول لان دي كلها فاعل وات هز فيفوريت سبجكت واخر جملة سarella هواز يبقى سامي اسكت احمد وات هز فيفوريت سبجكت ايه ده يا مستر هو ينفع هجيب واصف اخر الجملة ايوه ما هي الفاعل بتاعك انا قلت لك فاعل زائد فاعل موضوع كررتها ثلاث مرات عشان كده فاعل زائد فاعل موضوع الفاعل اللي عندك ايه كلها حولها على بعضيها تبقى هز فاعل بتاعي ايه از حولوا الواصف بس تمام يبقى دي كلها فاعل يبقى هز فاعل واز في الاخر هتبقى واز يبقى انت كده حولتها لرابورتك كويسشن سؤال غير مباشر طب انا عايز ادي جملة زيها برضو طب هنبص مع بعض هنا كده عايز ادي جملة زيها برضو كده يعني شبهها برضو لان انا عارف ان هي دي اللي بتبقى صعبة شوية لو قلت لك مونة سيد تو نادا مونة قالت لنا سيد تو نادا مونة سيد تو نادا مونة قالت لنا كلمة انت علي شوية وازفتك ايه بتسأله عن وظيفتها مونة سيد تو نادا مونة سيد تو نادا مونة واتس يور جوب طلب منك تستغدم كلمة آسكت سألت يا لا بالراحة كده زي محمل لنا الجملة تانية حليل انت دي بقى يلا مع بعض براحة حنبدأ بمونة المتحدث انا مديك القاعدة قلنا بمتحدث اللي هو مونة طيب ستو احنا قلنا بنحاولها لإيه مونة است هي بتكلم مين تكلم نادا يبقى مونة است نادا تمام فيه اداة استفهام ولا ما فيش ايوة فيه وات يبقى وات تمام ها اقول ايه بقى از ولا اقول هز واز جوب ولا اقول هز جوب واز تمام برافا عليكم هنقول هز جوب واز ولسه انا مورديك مثال على الشاشة حالة النفس شبهها بالظبط ليه طب جبنا واز في الاخر لان انت كده كده قلتلك بتجيب فاعل الاول يور جوب كلها هتحولها الهز جوب واز في اخر الجملة هتبقى واز يبقى يور جوب حاولناها الهز جوب دي الفاعل واز في اخر الجملة بقى واز يبقى وات هز جوب واز اوكي طب نشوف الجملة مثال مع بعض على الشاشة تاني الجملة بتقول هي ستو مي هو بيقول لي كان يو هلت مي عايز تستخدم كلمة واندرد حنقول هي واندرد اف اي كود هلتهم حاولنا كان طبعا لكود وطبعا انا هنا يو محاولتهاش لهي او شي زب انا وريتك لان هنا بيكلم لنا بيكلم لنا فحاول يول اي هي قالت لي where are you going now انت رايح فين عايز تاني wanted to know she wanted to know where i was going now she wanted to know where i was going then سوري كلمة ناو بنحاولها الزن وعلى فكرة نخدناها قبل كده اصلا لما كنا بنشرح الستاتمنت عملت هلك في تيبل جدول برضو كده كلمة ناو بنحاولها الزن تو داي زاد داي فاكرين الحاجات دي كلها قولناها قبل كده تعال نشوف بقى نوع تاني من الاسئلة احنا طبعا انتم عارفين ان احنا بنغطي معظم الاسئلة اللي بنشوفها في الامتحان بيجي لي برضو في الامتحان سؤال الاختيار من المتعد هنشوف ايه اهم النقاط اللي موجودة عندي في نور 13 في اسئلة المالتحان رانا است ريم اذا كانت شافت اية الليلة اللي فاتت او قبلتها هازمت هادمت ويل ميت او وود ميت انا قلتلك طب امشي برضو بالقاعدة اللي احنا قلناها احنا نبدأ بالمتحدث المتحدث هنا رانا تمام بعدها كلمة است سألت المخاطب اللي هي ريم هي بتسأل ريم ربطنا باف تمام زي الفل عايز اجيب فاعل هو اداني الفاعل شي نقص بس الفاعل في الماضي واحد هقول لي يا مستر تبما انتم الديني اختيارين ماضي بي ودي هادمت وود ميت هعرف الاجابة ازاي لان mark 153 انفصال ما نشاهد determination خلال في اخر الجملة عندك كلمة Jane the light before, all day the night before day الليلة اللي فاتت â زيناء Eli before احنا لما كنا بنشرح الجملة الخبرية احنا اصلها يستر د process التي قلنا اشترا دي قلنا اصلاها ياستر داي احنا لو جزء الى Dave estoy يارت احنا لو في كلمة last night الليلة اللي فاتت الليلة اللي قبله يبقى يبقى ليبقى اصلها على الى це لأستolit يعني معنى كده ان الماضي تصلة في الماضي يبقى انا هحولها لماضي تامله يبقى اختار هادمت يبقى يبقى محدش يستغرب في اسئلة لما تلاقي مديك اختيارين او تلات اختيارات حتى او اربع الاختيارات بتوعك اللي مدوم لك كلهم في الماضي مفيش مشكلة خالص هيساعدك هيديك حاجة اتعرفك يعني لو اداني هنا مثلا لو قال لي كلمة اليوم التالي اليوم اللي بعد كده كنت هختار لانا ساعتها هكون بتكلم على حاجة في المستعدة لكن الليلة اللي فاتت دي اصلها الليلة الماضية يعني الجملة دي كانت في الماضي البسيط وانا اعين لك الماضي بتحول الماضي تام فحنختار هادمت في جملة كمان بتقول ؟ Power المجموعة الشمسية على فكرة دايما بتيجي بالنسبة للصان الشمس اقول سولار سيستم سولار باور الطاقة الشمسية كلمة لونر بمعنى قامري لو قلت لونر إكليبس اللي هو خصوف القمر احنا بقول عليها خصوف لكن ما فيش حاجة اسمها خصوف قصة اسمها كصوف القمر مش مش خصوف يعني سألت علي اذا كان اكل فطور اقول ذات اف تو او نوت تو طبعا ده سؤال تب السؤال هنربط به ينفع اربط بذات لا لان ذات الحسن المرة اللي فات قلناها بنربط فيها في الجملة الخبرية تب تو ونوت تو لا ده برضو في التعليمات او الامر مفيش قدام يغرب اف او اذا تستفهم ده سؤال بمعنى هل يبقى حربت بف يبقى ايه قلت علي اذا قلت علي اذا قلت عليها وردا قلتني وردا سألتني كم توقع تبقى 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 وردا يقلب تبقىPOOPOOPOOPOOPYSTOAKBYSTOAK Keck كيف اتقه تبقى 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 publication قبل ان اشاهد الاجابه تعالوا بس احواريكم ايه في ايه جملة لو أنت لقيت نفسك مش متأكد من اجابتك رجعها الاصلحة من رجعها للمبشر تاني يعني الجملة دي كانت ايه اصلا في المباشر هي كانت بتقول لها ايه السؤال اساسا يعني ايه السؤال اللي هو الاقواس اللي هو الاساس نشوف كده مع بعض الجملة دي كان اصلها انا هوريك اصلها ايه وحاولها معاك برضو خطوة خطوة عشان خاطر تبقى عارف احنا هنحلها كده ازاي انا مش عايز اقولي الاجابة كده لا وخلاص عايزك تبقى فهمها هتبقى واردة سيتو مي اصلها كده واردة قالتلي وهنفتح اقواس طبعا في الكلام المباشر how long does it take does it take me to get to school يعني بياخد مني وقتة دي ايه الوصول للمدرسة تمام وطبعا هنقفل الاخواس دي كده الجملة الاصلية في المباشر تعال بقى حولها معايا عشان تعرف انت هنختار هنا ايه حولها معايا بالراحة كده كلمة سيتو احنا قلنا بنحولها لايه لأسكت تمام اقول واردة است مي سألتني how long بنروض بهو لانج اللي هي الكوستشن ويرد اداة الاستفهام طب داز هنعمل فها ايه لا داز مش هنحطها خالص في الجملة هنحزف داز وحول الفعل اللي بعدها الماضي اقول it took لان طب took ليه مستر داز بتيجي في الكوستشن بتاع المضارع البسيط يبقى حول take للماضي بتاعها ليه took احنا لسه مريك جادة اقولنا المضارع بسيط بنخليه ماضي بسيط واردة است مي how long it took me يعني بياخد مني وقتة دي to get to school يبقى واردة است مي how long it took me to get to school طب بصوا معي على الشاشة كده واردة است مي how long يبقى انت عرفت نفسك هتخبار it took لأ الاجابة it took the dots is a building from which scientists watch stores مبنى العلماء بيشاهدوا منه ان نقول observatory lab class or pitch اكيد طبعا the observatory اللي هو المرصد he asked why dots to work for their company do i want had i wanted did i want or i wanted he asked me why او خلاص بداعي الجملة وحتى قدت الاستفام انا عايز بس الفاعل زيت فاعل موتي انا مطلوب مني اجيب فاعل زيت فاعل موتي طب بصوا كده على الاختيارات اللي عندك هي دو فاعل يعني لو حد فكر يختار يقول دو اي وانت هي دو فاعل لا مش فاعل طب هاد الاختيار بهاد فاعل لا اقبر دو تفاعل مش فاعل يبقى انا عايز فاعل i wanted فاعل وفاعل موتي اللي انا اكدت عليها من البداية why i wanted to work for their company shooting stars اللي هي نيازك are burning pieces of rock that dots before falling onto the earth look or disappear freeze or fill that disappear بتختفي هي عبارة عن قطعة من الصخور بتختفي قبل سقطها على الارض a man asked her friend if she dots the next day اذا كانت مسافرة في اليوم التالي is traveling will travel would travel or has traveled هم نفكر كده هو داني خلاص رابط باف وجاب الفاعل انا عايز بس الفاعل اللي في الماضي فين فاعل في الماضي هنا is traveling دو ماضي will travel would travel or has traveled yes would travel انا بتكلم هنا على الجملة اساسها future يعني الجملة كانت مستقبل اساسا انتب انت عرفت انين يا مستر انها كانت مستقبل كلمة زينيكست داي زينيكست داي دي اخدناها الحلقة اللي فات قلنا ان هي اصلها تمورو تمورو بحولها زينيكست داي تمورو بكرا يبقى انا بتكلم على الحاجة في المستقبل يبقى ويل زا دي المصدر طب انا بقى في الغير مباشر بحولها لويل ايه لوود يبقى اقول وود travel وود زا دي المصدر الاميل writing انا النهاردة عاوز اقدم لكم how to write an email في الاميل انا النهاردة حراقش معاكم برضو حاجة خاصة بالريدنج خاصة بكتاب المدرسة الموضوع اللي موجود عن دارة في كتاب المدرسة how to write an email طبعا فيه رولز قواعد ما لازم التزم بيها when i write an email اما يكون بكتب an email زي مثلا لازم ابدأ بكلمة to او from to بابدأ بكتب جنبا اميلي الشخص اللي انا ببعتله from بكتب اميلي انا وبيكون مديني اسمي او الاميل بتاعي وبابدأ اكتب الجمل بتاعتي بعد ما اقول له hi احمد مثلا بنحايفي الاول وبنكتب جمل متربطة بحاول احافظ على unity of tense واحدة الزمن ان انا مكتبش جملة جمله في present وجمله في مدارع وجمله ماضي لازم احافظ على واحد الزمن معانا باراجراف جميل اوي ياريت تكتبوه معايا عشان الناس اللي بتقول ان موضوع البراجراف بقى صعب بعد ما بطلب مني يكتب ان انا اكتب من مية لمية او عشرة او كلمة لا ده كتير اوي علي مستر مقدرش اكتب بكل ننقل مع بعض كده الايميل ده ونشوف حالنا ازاي طبعا بالنسبة لتنسية الايميل قلنا بنكتب from your email address بتكتب ايميلك انت تو بتكتب ايميل your friend صاحبك اللي انت بعتله سبجيك بتكتب الموضوع بتابع العنوان للموضوع دير بتكتب بعد اسم الشخص البادي بقى موضوع الخطاب نفسه love from بتحقيه في الاخر بقى بقى اي عبارة من دول love from please write to me soon واحد تعال نشوف مع بعض الايميل ده بيقولي write an email of 100 to 110 words to your friend علي بتبعت العالي about one of the following خده لك في الامتحان بيديك موضوعين بتختار منهم واحد في الامتحان الصف الثالث الاعدادي بيديني موضوعين بختار منهم اسهل لي يعني شوف ايه الموضوع تعرف تكتب فيه واختاره هو بيديك اتنين اختار واحد منهم عندي مثلا هنا موضوع عن سولار سيستم المجموعة الشمسية وموضوع تاني عن استرونومي علم الفلك ينفع اكتب في ده الاسهل لي شوف انت الاسهل ليك ايه وكتب فيه تعالي مثلا نشوف انا جواب تلكو ايه الاول بيقولي your name is sami and your email address is samiatschool.com from كتبنا الاميل بتاعي اللي هو samiatschool.com to aliatschool.com ده الاميل بتاعي سبجيك الموضوع انا اخترت our solar system المجموعة الشمسية تعالوا نشوف كتبنا دير علي انا بقوله how are you i hope you're well اتمنى تكون بخير i read the book i read the book about our solar system انا قرأت كتاب عن المجموعة الشمسية واقوله بقى معلومات اللي انا قرأتها على فكرة الجمل دي من الكتاب يعني انا مش جايبها من عندي الجمل دي موجودة في كتاب المدرسة ودايما الغالبا لو عايز تركز كده في ليلة الامتحان بالذات ركز على اسئلة كتاب المدرسة لان هي دي موضوع الاسئلة بتاعت الامتحان بيقول there are eight planets في 8 كواكب they are all different sizes حجامها مختلفة the biggest planet is one thousand times bigger than the earth اط اكبر واحد فيها ضعف حجم الارض الف مارك بنقول كمان three of the planets ثلاثة من الكواكب دي are smaller than the earth اصغر من الارض only two planets in the solar system don't have any moons يعني في كوكبين ملهمش اقمار but one planet has 62 moons لكن في امر منهم في كوكب له 62 امر the earth moon is round but many of the other moons في اقمار تانية are different shapes and size احجامها واشكالها مختلفة لاحظوا ان انا في كل انا بقسم المقالة بتاعتي البراجراف بتاعي بعمله في شكل اسي مقال يعني بتلاقي انا مقسمه براجرافات وكل براجرافة مما يبدأوا indent the first line بسيب حتة صغيرة في اول سطرة ادعوه للتصباع كده زي ما انا سيب قدامكم كده في اول كل براجراف بنسيب حتة صغيرة كمان بيقول do you know what the shooting star is انت تعرف ايه هو النيزق shooting stars are not stars دي مش نجون shooting star is a small piece of rock that's traveling through space as it moves it gets hotter it usually burns بكلم عن shooting star بقول دايما بيحطرق and disappears وبيختفي before it falls onto the earth قبل ما ينزل هالأرض the numbers of planets have become 11 according to nasa دي معلومة بقى بنقولها ان عدد الكواكب بقى 11 كوكب تتقن لتقرير ناسع القرآن الكريم has explained these numbers شرحنا الاعداد دي exactly at surah yusuf for long years من سنوات طويل is that coincidence or Allah wants to prove that the miracle of Quran is neutral please write to me soul yours samir انا بقوله ان عدد الكواكب تبقى الناس الوقت يقولوا بقى فيه باشر كوكب بعد اختفاء كوكب وزور اتنين تانين ونحيط الايميل بتاعي بكلمة please write to me soul اكتب لي بسرعة yours samir المخلص سامير تين شوف الديالوج بردو بسرعة كدا supply the missing parts in the following dialog وده الديالوج من امتحان الكتاب المدرسة انا كتب لك pt4p اللي هو الpractice test امتحان الpractice 4p ده من اسئلة تاب المدرسة زي ما قلنا دي اهم اسئلة حاول نقوله تضيالوج بسرعة كدا نبين ولميا are at the ticket office of a museum الاسسنت الموظف في المتحف بيقول لهم Unfortunately the museum is closed today المتحف مغلق النهاردة نبين تقوله oh no I didn't know that بتقوله انا مكتش عارف ديني لي يلوكي الى الويبسايت لديه كل الوقت هناك. لمية بتقول سألت المرة الثانية حاب أبص المرة الجاية يبقى الأول نيفين بتقوله خذناها واتبتي أما أكون بعبر عن الحسرة أو حاجة خبر سمعت وضيقني هو بيقول المتحف مقفول فأنا بقول أوه نو واتبتي سألت سؤال بتقول وين أريو أوبن انتو بتفتحوا أمتى أو مفتوح المتحف أمتى؟ بعد كده بيقول لها you can't come any other day ممكن تيجي أي يوم تاني but I don't recommend Saturday مرشحش يوم السابق فأسألته ألا because it's difficult to see things since there are too many people على فكرة سنة سنة معناها لأن يبقى بتقوله why can't we visit on Saturday ليه ما ينفعش نزول المتحف يوم السابق خلاص المحادثة في أخرها آخر حاجة بتقول لم يقلت حاجة قالها tomorrow is perfect tomorrow is perfect يعني بكرة يبقى ممتاز يبقى أكيد بتقوله perhaps we can come tomorrow يعني ممكن احتمال نقدر نيجي بكرة قالها tomorrow is perfect بكرة يبقى شيء ممتاز Thaday we discussed نقشنا مع بعض sonnet unit 13 شفنا فيها موضوع reported questions الأسئلة غير مباشرة أسئلة غير مباشرة نعمة قوي أننا أبقى أعرف lo structure بتاعها to practice more أنت تتمرن أكتر متنساش أبدا أنت بتحل إن إن فيه pronounce ضمائر بتأبتك يعني تعالوا مثلا حوريكم امثلة تانية عليها برضو في اسئلة الري رايت لو قال لي مثلا عمر است امير افهي كود بلاي تنس عايز استخدم ستو ايه بقى يا مستر اللي انت عامل سؤال ده اخر ده انا المرضي عايز منك العكس يعني ايه العكس يا مستر يعني انا وريتك ازاي تحول الجملة من دايركت لين دايركت لمن مباشر لغير مباشر المرضي عايزك تعكسها يعني عايزك ترجع الجملة لمباشر تاني ودي علينا ايوه في اسئلة كتير اوه جاية منها ودي اسهل اما بيقول لي عمر است امير افهي كود بلاي تنس هقول عمر استو امير عمر قال لامير وطبعا هنشيل اف وهي هرجعها اليو يبقى كان يو بلاي تنس دا السؤال اللي كان بيلهوله اصلا عمر استو امير كان يو بلاي تنس سارا اسد وينده نيكست باس ليفين بتسال لوتوبيس معاده امتا عنقول وانت تنو سارا وانت تنو وينده نيكست باس ووز ليفين خدا لك ان از ليفين دا بريزن كنتينوس مدرع مستمر انا خليتها واز ليفين باست كنتينوس موضي مستمر في جملة جميلة قوي كده يا رب نلحن نشوفها دي جملة كويس قوي ياريتك تفكروا فيها معايا كده اردك تو درينك كافي نادا سيت تو مي اردك توليد كافي عايز استعادم اف نادا بتكلم بتكلمني بتقول وو دي لائك تولينك كافي عايز اربط بايف طب هقولها ازاي هحاولها زاي تبدأ انت يا مستر كاتب لنا في الجملة ود انت قال لنا ويل بتتحول لود المرة دي كاتب لنا اصلا في الجملة ود هنحولها ايه دي مش هتتحول هتفضل زمهاي يبقى ليه طيب مش هنحولها لان لما في بعض الحالات انا ما بحولش الجملة فيها للباست للماضي زي كلمة وود لايك هاد بيتر اللي هي من الافضل وحالات اف لكن هنا اما جربت باف هاولت نشوف مع بعض الاجابة كده نادا سألتني اذا كان انا ممكن اشرب قهوة يبقى وود لايك انا سبتها زمها ما حولتهاش يبقى في بعض الحالات ودي جمل من الجمل برضو الترك اللي بدي جواه في اسئلة الادفانس التوبرز اسئلة طلب المتفهوقين وود لايك دي ما بتتحولش بتبدل زمهاي لو في برضا عندك في الجملة كلمة هاد بيتر هاد بيتر معناها من الافضل يعني مثلا لو قلت لك هاد بيتر حتى في الجملة اللي هي بتاعت الاستيتمنت لو قل لي هاد بيتر ستاي ات هوم مش هاولها خلاها زميه هنزل لها هاد بيتر زميه برضو في جملة بتقول is it hot or cold in the moon زياد ستاي اما اجه هستعد من كلمة weather اقول زياد wondered او asked whether it's cold or hot on the moon حد حيقول لي انت محولتش يا مستر is محولتش is was انت دي الجملة كده غلط لا يا مش غلط ولا حاجة now i'm talking about a fact انا شايف انت دي حقيقة اما حد يقول لي هو الجو برد ولا حر على الامر دي فاكت حقيقة مش بتكلم على حقيقة ممكن اقولها it is or if it is cold or hot on the moon يبقى انا هنا ما حولتش من present to past ويجوز برضو احيانا في بعض الناس بتحولها تخليها واضح في الماضي did nisma watch the film at the cinema yesterday عايز استردم بسانت است خدوا بالكو ان انا هنا بسانت است بسانت بتسال يبقى بسانت است if nisma had watched the film at the cinema the day before خدوا بالكو ان هنا بسانت بتسال عن نسمة يعني متقوليش اما تيجي تجاوب متقولش بسانت اسكت نسمة لا ده بسانت بتسال اذا كانت نسمة اتفرجت على الفيلم حولنا كمان شلنا did وحولنا الفاعل الماضي التام بسانت است if nisma had watched the film at the cinema the day before انا منسيتش ولا كلمة ما حولتهاش هنا حتى كلمة يستر دي حولتها the day before choose the correct answer انا متجاهز لك في الاخر كده في اخر الحلقة شوية شوية اسئلة جايزة تبقى صعبة شوية بس انا قاصد عشان خاطر نشغل دماغنا و اصعب النقط اللي في الدرس ده احمد قاست سارا where she dots her summer holiday spent spent is spending ولا spent هي سأل سارا هي قضت اجازة الاجازة بتاعتها فين where she بص كده فكر معي كده عندك spent was spent is spending was spent لا هي تبقى spent بس لان انا لازم اجيب فعل ماضي انا من اول حلقة عمال اقولك سبجكت فاعل وبعديها فاعل past فاعل في الماضي وطبعا قلت لك حتى كمان لو ادك اكتر من اختيار في الماضي بيديك كلمة تساعدك يعني لو بيديك حاجة فيها مستقبل يبقى هتختار ود وهكذا دير فريندز today we discussed نقشت معاكم النهاردة يونيت 13 نقشت فيها some definition شوفنا الفوكب المهمة اللي عندنا شوفنا كمان اللي structure بتاعنا اللي هو موضوع reported questions كانت اسئلة جميلة وسهل قوي استمتعت بجوزة معاكم النهاردة دير فريندز thank you for watching and see you next time